موسيقى السلام عليكم و أهلا و سهلا بكم من جديد في صدى الأقلام الذي ننصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية ولكن نبدأ بأهم العناوي وكالة يقين نيت الثلاثية توقع تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية بجلسة السبت المقبل صحيفة المدى الكهرباء ترهنوا تحسن ساعات التجهيز بالسيولة المالية و الخطة الوقودية موقع الهيئة نيت فلاحون غاضبون يغلقون مبنى الزراعة في محافظة ديالة صحيفة العرب الجديد المالكي يستنسخ التجربة اللبنانية و يشهر ورقة الثلث المعطل موقع عربي 21 إصابات و مواجهات و الضفة و دعوة أمريكية لوقف هدم الولجة صحيفة واشنطن بوست وصف مذابح الروهنجا بالعبادة خطوة مهمة رغم أنها مستمرة في ميان مار صحيفة نيويورك تايمز مشاركة متدنية في مشاورة سعيد و الشعب ليس مهتما بمشاريع الرئيس السياسية و إلى صحيفة القدس العربي يقول الكاتب مثنى عبدالله في مقال نشرته صحيفة القدس العربي هل توجد سيادة في ظل حكم الأتباع و الديول المسبحين بحمد الحاضنين الدوليين و الاقليمين ما معنى السيادة في قوامسهم و ما معنى شرف الأوطان و الذودي عن ترابها لكن أليس من الأجدر أن نبحث أولا عما تعنيه الأوطان لهؤلاء قبل أن نلعنهم لأنهم لم يحفظوا السيادة ثم أما سمعتم بأن العزائم تأتي على قدر أهل العزم فعلامكم تنفجرون غضبا لأن 12 صاروخا إيرانيا دك الأراضي الأراقية الأسبوع الماضي و مع ذلك لم يرمش لأحدهم جفن عجبا أنسيتم أن محور المقاومة ساحاته العراق وسوريا ولبنان واليمن وأن تحرير فلسطين والقدس الشريف لن يأتي إلا بتدمير هذه الساحات أولا إذا كان الزعماء المحليون لهذا المحور أكلهم و شربهم وتدريبهم وتسليحهم كله يأتي من الجمهورية الإسلامية الشرقية و يصطفون خاضعين صامتين في حضرة المرشد الأعلى و زعيم فلق القدس قآني حينما يجول في هذه الساحات فيوجه و يرسم الخطط و يأمر فهل يوجد بعد كل هذا من عاقل يسأل لماذا لا توجد سيادة عراقية أو سورية أو لبنانية أو يمنية اسألوا أي واحد من هؤلاء الذين يمسكون بالسلطات في العراق وبقية دول ما يسمى محور المقاومة عن ماذا تعنيه الوطن و الدولة و السيادة بالنسبة له سوف لن تجدوا إجابات لديه لأن الوطن لا يشكل ومضة معنوية في عقله و ضميره الوطن بالنسبة له هو جزء من ولاية الفقية و هو لا يعترف بالدولة لأنه منتظم في إطار من الأطر الخارج على الدولة و بالتالي لا يعرف معنى السيادة تبعا لذلك لكن إن سألتموه عن من هو و ماذا يمثل ستكون الإجابة سريعة أنه جندي من جنود الولي الفقية و إنه سينضم للقتال في صفوف جيش وميليشيات هذا الرجل ضد الوطن الذي ولد وترعرع فيه إن تطلب الأمر ذلك هذه هي المعادلة التي تحكم الأوضاع في العراق وبقية البلدان التي تسيطر فيها الأذرع الإيرانية على الحكم لقد بات يقيناً أن الشعب العراقي لم يعد يراهن في حماية أرضه على أي من هؤلاء الحكم فالأنظمة التي تحكمها دماً لا يطلب من السكان تصديق زعاماتها المطلوب فقط عدم تصديق أي شيء عن الإطلاق منهم لأنهم في كل مناسبة و في كل موقف يعلنونه بصراحة تامة حتى لمن لم يدرك حقيقتهم بعد أنهم فاقدوا الإرادة و الرؤية لكنهم يظنون أن شعبهم بعقول إسفنجية قابلة على امتصاص الرئيس مال الوحيد الذي يملكونه وهو الأقوال بلا أفعاد في موقع مركز رسام كتب حسين صالح سبعوي مقالاً جاء فيه إن معالجة الأزمة الاقتصادية والغذائية في العراق لا بد أن يسبقها معالجة المشكلة السياسية والأمنية من خلال إلغاء المحاصصة الطائفية والحزبية التي أنهكت العراق منذ قرابة عشرين عاماً والشروق في عملية سياسية وطنية يجتمع عليها أطياف الشعب العراقي كافة لا تقصي أحداً وتحتمد على مبدأ المواطنة والكفاءة إضافة لوضع الخطط الاقتصادية لدعم المنتوج الوطني تكون الأزمة الغذائية الأخيرة في العراق بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا كما صرح مسؤولون بأن العراق لا يمتلك خزيناً استراتيجياً للمواد الغذائية سوى لمدة ثلاثة وعشرين يوماً بل هي بسبب سوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط الاستراتيجي سواء من الحكومة أو من قبل الوزارات المعنية بتوفير الغذاء والخزين الاستراتيجي سيما أن العراق يمتلك موارد متعددة سواء كانت مالية أو بشرية إضافة لوجود الأراضي الخصبة مع وجود نهري دجلة والفرات وروافدهما كما أن العراق هو من البلدان المهمة في زراعة التبغ والتمور بسبب تنوع المناخ وخصوبة الأرض إضافة لزراعة الحنطة والشعير ومختلف المحاصيل لكن سوء الإدارة والفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة هو الذي جعل بلد مثل العراق يمتلك كل هذه الموارد يعاني من أزمة غذائية وفي حقيقة الأمر أن العراق يعاني من أزمات عدة أبرزها أزمة النظام السياسي الذي بني على أساس المحاصصة الطائفية والحزبية والتي بسببها أقصية الكثير من الكفاءات العلمية والإدارية فالأزمة السياسية هي ما ولدت الأزمات الأخرى مثل الأمنية والاقتصادية وآخرها الأزمة الغذائية والتي يمكن تحديد أسبابها بما يلي الاعتماد على النفط كمصدر مالي ووحيد للدولة وعدم استثمار الزراعة في العراق وغياب الدعم الحكومي للفلاح سواء بتوفير الآلات الزراعية الحديثة أو الأسمدة الكيميائية المستخدمة في الزراعة أخيرا لا بد من حفظ سيادة العراق وعدم السماح للقوى الخارجية أن تتحكم في قراره السياسي والاقتصادي خاصة إيران وهذا لا يكون إلا من خلال مشروع وطني ينتج عنه حكومة وطنية كفوة تحافظ على العراق وعلى موارده وحقوقه في المياه حتى لو اضطرت بالذهاب إلى المحاكم الدولية للحصول على حقوقها من المياه وعدم السماح لإيران وغيرها بالتدخل في شأنها الداخلي لكن وفق الموطيات الموجودة في العراق فهذا الأمر مستبعد ولا يمكن لأي عملية إصلاح أن تتم بوجود هذه الطبقة السياسية الفاسدة تقول الكاتب سارة جميل في مقال نشرته صحيفة الميثاق بني شارع المتنبي في زمن الحكم العباسي ويمتد عمره بعمر بغداد تقريبا شهد هذا الشارع الكثير من الأحداث مثله مثل أي شارع قديم ببغداد عاصر الاحتلالات وكل دمار مر بالعراق لكنه بقي صرحا وعمودا ثقافيا وعلميا إلى يومنا هذا يتميز شارع المتنبي بامتداد المكتبات على طول هذا الشارع حيث تمتلئ بالكتب الجديدة والقديمة التي ممكن أن تعود لأكثر من قرن تقريبا عند ذهابي لهذا الشارع في الليل رأيته يعج بالحياة ومليء بالناس حيث لا مجال للوقوف وعلى طول الطريق ترى الرسامين والعازفين ينتشرون على طول الشارع تفصل بينهم خطوات بسيطة حيث يعزف العازف ويغني المطرب الذي يحمل صوتا شجيا يعود بنا إلى الزمن القديم وأيضا يمتلئ المكان بالأغاني القديمة والمقامات العراقية التي تأثر الروح وكأننا بزمن جميل ليس كالزمن الذي نعيشه اليوم عند الدخول لهذا الشارع نشعر بأننا بعالم آخر ليس كالذي نعيشه لكن حالما نخرج منه نشاهد الخراب والدمار والإهمال الكبير الذي يغطي بغداد وشوارعها القديمة التي من واجب الدولة الاعتناء بها والمحافظة عليها وعدم إهمالها تحت أي دريعة وبأي ظرف كان لأنها تحمل تاريخ بغداد العريق في الفترة الأخيرة قاموا بإعمار هذا الشارع العريق وظهر بمظهر جميل وكأن بغداد انتزع الثوب الحزن وارتد الثوب الفرحي من جديد فرح العراقيون والبغداديون بهذا الشارع وكأنهم متعطشون للحياة ولعودة الجمال لبغدادهم يرتاد هذا الشارع العديد من المتقفين والفنانين والقراء لاغتناء الكتب والعديد من الأمور الثقافية الأخرى علقت صحيفة واشنطن بوست في افتاحيتها في أعلان الولايات المتحدة أن الطغمة العسكرية الحاكمة والميليشيات البودية ارتكبت جرائم ضد مسلمين روهنغا وتحت بأنها جرائم إبادة عنوان خمسة وعوان من الإبادة ضد الروهنغا الرعب في ميانمار مستمر قالت الصحيفة أن سياسة الأرض المحروقة ضد المسلمين الروهنغا في ولاية راكين شمال مانيمار قبل خمسة عوام خلفت وراءها الإرهاب وأجبرت نحو مليون من السكان على الأغروبي إلى بنغلاديش المهمة النبيلة من منع تحول الماضي إلى ديباجة لا تزال عملا غير مكتمل في ميانمار حيث يواصل نظام إجرامي إمطار الجحيم على من يعارضونه وكان قرار بلينكين هو الثامن الذي يصنف الجرائم التي ارتكب ضد المسلمين الروهنغا في الفترة ما بين 2016-2017 وهو قرار في محله فقد ارتكب الجيش موجتين من العنف ضد الروهنغا وجرت الموجة الثانية في عام 2017 واستهدفت المدنيين بطريقة وحشية بحسب وزارة الخارجية الأمريكية وقام الجيش المعروف باسم تاتمادو باغتصاب وقتل وتعذيب الروهنغا وحرق القرى وتسويتها بالتراب وفي الثاني من أيلول سبتمبر قام الجيش وسكان القرى البوذية بقتل عشرة من المسلمين الروهنغا بعد تقييدهم معا ثم دفنوا في مقبرة جماعية وبعد شهر لم يبقى من ستة ألاف مسلم عاشوا مرة في قرية اندين الساحلية أحد وكان هذا واحدا من الأمثلة على عملية الجيش التي قادت لخروج المسلمين إن الوحشية التي تميزت بها الحملة ضد مسلمين الروهنغا كررها الجيش في محاولته للسيطرة على السلطة ومواجهة التمرد في مناطق أخرى من ميانمار واستخدم نفس الأساليب اللا إنسانية وقالت الصحيفة إن هناك الكثير الواجب عمله يجب أن نعمل على منع وصول الدولارات عبر البنوك التي تحافظ على النظام وفي الوقت نفسه الضغط على محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الطغمة العسكرية على الجرائم التي ارتكبها قال بلينكين وزير الخارجية الأمريكية سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه المسؤولون عن الأفعال الرهيبة التي اخترفوها وبوصف ما فعلوه بالإبادة فإن العالم سيساعد على القصاص منهم سريعا بحسب الصحيفة مع عودة الحديث عن الأسلحة النووية عقب إعلان الرئيس الروسي بلاديمير بوتين وضع قوات الردع النووي في حالة تأهر صلتت وسائل الإعلام الغربية مساحة واسعة للحديث عن هذه الأسلحة وحجمها ومدى إمكانية استخدامها وجد وامتلاكها كقوة ردع خاصة وأن ضرب مدينة هوريشيما ومعنتج عنه من آثار تدمينية كبيرة ولدى عائقا نفسيا جعل إمكانية استخدام هذه الأسلحة مرة أخرى غير واردة على مدى السنوات الماضية وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها إن هناك قلقا من استخدام الرئيس الروسي بلاديمير بوتين السلاح النووي وكسر المحرمات يشير محللون إلى أن الجيش الروسي الذي يمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم قد بحث عدة خيارات تصعيدية قد اختار بوتين أحدها لكسب المعركة بعد الخسائر التي مني بها الجيش الروسي غلال غزوه أوكرانيا وقال الخبير النووي في جامعة هامبورغ ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أورلاشكون إن فرص استخدام بوتين للسلاح النووي منخفضة لكنها آخذة في الارتفاع مضيفا أن الحرب لا تسير كما يريد الروس إضافة إلى أن الضغط الغربي على روسيا يتزايد ويرى المحللون العسكريون أن إظهار موسكو للأسلحة النووية ذات القدرات المحددة خلال العروض العسكرية ساهم في تلميع بوتين وزيادة هامش منطقة التخويف التي يحتاجها لخوض حرب تقليدية دموية وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة براون نينا ناتون لود إن بوتين يستخدم الردع النووي ليشق طريقه في أوكرانيا إن هناك تقديرات حديثة تشير إلى أن هذا النوع من السلاح يعادل نصف القنبلة التي سقطت على هيروشيما وإذا ما أطلقت وسط مانهات فإنها ستقتل أو تصيب نحو نصف مليون شخص وفي محاكاة أجرها خبراء في جامعة برينستون تبين أن إمكانية استخدام القنابل النووية التكتيكية قد تجر العالم إلى حرب نووية شاملة بعدما رسمت تصورا عن كيفية اندلاعها مع إطلاق موسكو طلقة تحذير نووية تدفع النيتو إلى الرد بضربة صغيرة لتندلع حرب تسفر عن سقوط 90 مليون شخص في الساعات الأولى من جانبه قال الدولماسي الروسي السابق الذي تفاوض على معاهدات الحد من التسلح في العهد السوفيتي نوكولاي سوكوف إن موسكو قادر على وضع رؤوس حربية نووية على صواريخ كروز التي تحلق على ارتفاع منخفض وتطلق من الطائرات أو السفن أو الأرض مؤكدا أن موسكو تستطيع الوصول إلى كل أوروبا بما في ذلك بريطانيا نشر الصحيفة برافد الروسية تقريرا تحدثت فيه عن تداعيات اقتراح بولندا إرسال بعثة حفظ سلام تابع لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا نائب رئيس وزراء بولندا يارسولاف كاتشانيزكي أشار إلى أن إرسال بعثة حفظ سلام تابع لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا يعد بموجب القانون الدولي أمرا مقبولا وليتسبب في أي حال من الأحوال في تأجيج الحرب لكن اتخاذ هذه الخطوة من شأنه أن يضع الدول الأعضاء في حلف النيتو في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا ومع منظمة معاهدة الأمن الجماعي دون الاتعاض من التجارب الماضية يواصل السياسيون البولنديون إلقاء الخطابات التصعيدية متجاهلين التداعيات المحتملة لذلك التي قد تصل إلى حد تدمير بولندا نهائيا أو تقسيمها للمرة الرابعة في تاريخها ونقلت الصحيف عن الخبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية سيرجي يرماكوف قوله إن ياروسلاف كاتشانسكي لا يحتل مكان تخول له الإدلاء بتصريحات نيابة عن النيتو ووراء اقتراحه رغبة في تكوين رأس مال سياسي لنفسه النيتو يدرك أن رفض مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية التي تقدمت فيها في كانون الأول ديسمبر الماضي هو الذي أدى إلى الأزمة التي نشهدها اليوم وأشارت الصحيفة الروسية إلى أنه إبان الحرب العالمية الثانية أطلق رئيس الوزراء البريطاني وينستون شيرتشل على بولندا لقب ضبع أوروبا بسبب سياساتها المتبعة في تلك الفترة وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى استطاعت بولندا السيطرة على أوكرانيا الغربية وغرب بيلاروسيا وهي أراضي كانت تابعة للإمبراطورية الروسية فشلت الدولة السوفيتية في حمايتها ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أنه لم يتم العثور على ناجين من طائرة الخطوط الجوية الصينية الشرقية التي تحطمت وعلى متنها 132 شخصا في جنوب الصين وعثر على حطام الطائرة ولكن لم يتم العثور على أحد على قيد الحياة حسب ما ذكر التلفزيون المركزي الصيني بعد نحو 18 ساعة من تحطم الطائرة وشارك عدة مئات من عمال الأطفاء والإنقاذ في جهود البحث وكان على متن الطائرة 123 راكبا وتسعة من أفراد الطاقم جميعهم مواطنون الصينيون مما يجعل هذا أسوأ حادث طيران في الصين منذ ما يقرب من 12 عاما وللكار كثير أسلوبه الخاص في التعبير عن الوضع تابعوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة